اشتركوا في القناة عبدالفتاح البرهان خلال استقباله اليوم في مدينة الخرطوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ونقل سعادة وزير الخارجية إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان تحيات وتقدير جلالة الملك المعظم وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والعافية والسداد ولجمهورية السودان الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والازدهار لما من شأنه تحقيق تطلعات الشعب السوداني وقد كلف فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني سعادة وزير الخارجية بنقل تحياته وتقديره إلى صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتمنيات فخامته لمملكة البحرين بالمزيد من التقدم والنماء والازدهار معربا عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين مؤكدا حرص السودان على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية السودان الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات وأوجه تعزيز التعاون الثنائي بما يحقق الأهداف والمصالح المتبادلة ويلبي تطلعات الشعبين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر